موسيقى السلام عليكم ورحمة الله هذه نشرة تهسع عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار هاكم أبرز عنوينها المجلس الرئاسي والبرلمان يتفقان على أن تنال حكومة الوفاق ثقتها بنصاب قانونية والمجلس الأعلى للدولة يعقد أولى جلساته الرسمية غدا الثلاثاء لمناقشة مهمه ولائحته الداخلية حرص المنشآت النفطية فرع الوسطى يشكل قوة عسكرية لتأمين الحقول النفطية في حوضي مرادة وزلة وحقلي الغاني والبيضاء بالكامل أوباما يقول إن بلاده ستتعاون مع حلف النيتو لمساعدة ليبيا في التصدي لما يعرف بتنظيم الدولة السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى التفاصيل قال عضو مجلس الوفاق الوطني جمعة فحيمة إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني توصل إلى اتفاق مع مجلس النواب ينص على أن تنال حكومة الوفاق ثقتها من تحت قبة مجلس النواب وبنصاب قانوني وأضح فحيمة أن المجلس الرئاسي أبدى موافقته على حضور جلسة منح الثقة لتشكيلة الوزرية التي اقترحها مشيرا إلى موافقة عقيل الصالح على نقل جلسات التصويت عبر وسائل الإعلام وتأمين مقر البرلمان وأضاف عضو مجلس الوفاق الوطني أنه جرى الاتفاق أيضا على أن يقوم المجلس بمراقبة هذه الجلسات نحن الآن سعيين من أجل أن يكون هناك اجتماع للبرلمان منقول على الهواء مباشرة ومؤمن بشكل كامل وفي نفس الوقت وجود مراقبين محليين وليس دوليين والتصويت على إعطاء الشقة للحكومة بإذن الله تعالى إلى ذلك أعرب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني عن استعداد المجلس لذهاب إلى مدينة طبرق للتواصل والتحاور مع مجلس النواب نافيا ما تردد عن عقد لقاء اليوم بين السراج ورئيس البرلمان عقيل الصالح في مدينة طبرق وأكد الكوني في تصريحات تلفزيونية أن مجلس النواب لم يرد على التركيبة الحكومية الجديدة بالموافقة أو الرفض أو التحفظ على بعض الأسماء المقترحة مضيفا أن ذلك يعتبر موافقة ضمنية خاصة بعد مرور عشرة أيام على تقديم التركيبة وأشار الكوني إلى أن المجلس الرئاسي سيتسلم المقرات الحكومية خلال يومين في العاصمة طرابلوس كما يسعى لاستلام بقية المقرات الوزرية في المنطقة الشرقية قائلا أن هناك اتصالات مع عضوي المجلس الرئاسي عمر الأسود وعالي القطراني لإقناعهما بالعودة أفد عضو مجلس النواب جاب الله شيباني بأنه سيتم تشكيل لجنة من الكتلة المؤيدة لحكومة الوفاق الوطني وأخرى من الكتلة المعارضة لها بهدف التشاور والتوصل إلى اتفاق مستبعدا أن يتم عقد أي جلسة اليوم وأضاف الشيباني أن الهدف من تشكيل لجنتين هو ردم الهوة وتقريب المواقف بين الطرفين بشأن حكومة الوفاق مشيرا إلى أنه يتوجب حاليا على رئيس المجلس عقيل صالح توجيه دعوة رسمية للمجلس الرئاسي من أجل حضور جلسة مجلس النواب القادمة والتصويت على منح الثقة للحكومة من جهته قال عضو مجلس النواب مصطفى أبو شغور في نشرة سابقة إن موعد عقد الجلسة القادمة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني غير معروف حتى الآن بسبب طلب بعض النواب ضمنات من أجل منح الثقة للحكومة حسب تعبيره كان الحكومة في حاجة إذا تأخذ شرعيتها وتكسب الثقة من خلال تصويت مجلس النواب لكن هناك ما زال فيه بعض الأعضاء مجلس النواب يطالبوا بضمنات معينة لعقد الجلسة ولم يحدث إلى حد الآن هناك توافق في هذا الجانب هذا وقد ناقش المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال لقائه مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية والجنوبية مساء أمس في العاصمة طرابلس ناقش سبل تعزيز دور البلديات في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وشدد المجلس الرئاسي على أهمية الدور الذي تلعبه البلديات من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكدا حرصه على تذليل كل الصعوبات التي تواجه المواطنين والنظر بشكل عاجل في شؤون النازحين والمهجرين وتوفير الخدمات الأساسية حسب المكتب الإعلامي للمجلس رحب رئيس المجلس الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا مولاي جديدي بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس وأضاف جديدي أنه يتوجب على حكومة الوفاق أن تفي بما تعهدت به لتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية ورعاية ملف المصالحة وإيقاف الاقتتال الدائري بين أو في عدد من المدن هذا وقد عربت بلدية غاد في بيان لها عن تأيدها لحكومة الوفاق الوطني حكومة شرعية ووحيدة في ليبيا مشيرة إلى أنها لن تعترف بأي حكومة موازية لها حسب البيان ودعا البيان جميع الليبيين إلى تأيد الحكومة والانتقال إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وأضاف بلدي غاد أن ترحيبها بالمجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه جاء نتيجة لما ألت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد هذا وقد استطلعت كاميرا ليبيا لكل الأحرار أرأى عدد من سكان مدينة سبها بشأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والذين دعوا المجلس إلى جعل تأمين الحدود الجنوبية من ضمن أولوياته كما طالبوه بالتركيز على المصالحة الوطنية وتوفير السيولة والنهوض بالقطاعين الصحي والتعليمية تنظر باية الاحتبار في المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع طياب المجتمع الليبي وبالأخص الجنوب توفير الأمن للجنوب والنظر لأهل الجنوب بصفة خاصة لأنهم مهمشين طيلة عقود أول حاج الحدود لأننا نحن كل اللي جاينا جاينا من أفريقيا يوفر السيولة يلتفتل مداخل البلاد يلتفتل الصحة أول شيء الحدود تهتم بالحدود وبسط الأمن وتنظر لوضع الاقتصادي المنهار ندعو هذا المجلس إلى أن يتبع ما هو مفيد للليبيين وما هو منقد لهم في الموازاه أيد بيان صادر عن مجلس حكماء وعيان بلدية زليطن جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لإدارة البلاد في المرحلة القادمة وطالب البيان المجلس الرئاسي بتحور مع جميع الفرقاء في سبيل وحدة ليبيا وإرساء دولة العدل والقانون والمؤسسات على أساس دستور يكون مصدره الشريعة الإسلامية حسب البيان ودعا البيان المجلس الرئاسي إلى الإسراع في العمل على ترسيخ المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين رحب المجلس البلدي باطن الجبل بانتقال المجلس الرئاسي للعاصمة طرابلس ودعا جميع الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم ومد يد العون إلى المجلس وطلب المجلس البلدي باطن الجبل في بيان له مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالانخراط في العملية السياسية والتعجيل في تنفيذ الاتفاق السياسي بما يصهم في تهيئة الظروف لممارسة المجلس الرئاسي لمهامه ونشد البيان المجلس الرئاسي انهاء حالة الانقسام عبر انتهاج ما سماها سياسة الاستعاب والاحتواء داعيا وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن التأجيج وتبني خطاب إعلامي معتدل حسب البيان أكد عضو لجنة الإعلامية بالمجلس الأعلى للدولة أبو القاسم اكزيط أن المجلس سيعقد أول جلسة رسمية له غدا ثلاثا متوقع حضور عدد كبير من العضاء حسب قوله عضو حكزيط لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه من المنتظر أن ينتخب المجلس الهيئة الرئاسية أو أن يتجه نحو تكليف العضو الأكبر سن لرئاسة المجلس بشكل مؤقت إلى حين حضور جميع العضاء مضيفا أن البعض لا يتمكن من الحضور بسبب مشاكل في التنقل وقال أكزيط أن الجلسة ستخصص لدراسة مهام المجلس الأعلى للدولة وملاقشة اللائحة الداخلية التي تعدها لجنة كلفت قبل أكثر من شهر مشيرا إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية ستقوم بتأمين هذه الجلسة أفد المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى علي الحاسي بأنه تم تشكيل قوة عسكرية لتأمين الحقول النفطية في حوضي مرادة وزلة مشيرا إلى أن هذه القوة قامت بتمشيط المنطقة الممتدة من حقل الغاني إلى حقل البيضاء وتأمينها بالكامل أوضح الحاسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذه القوة عثرت خلال عمليات تمشيط على أوكار تابعة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الذين فروا قبل وصول القوة إلى المكان وأشار المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى علي الحاسي إلى أن عناصر التنظيم الموجودين في المنطقة في شكل جماعات صغيرة ومتفرقة حسب وصفه يقومون بالاعتداء على المواطنين وسرقة ما بحوزاتهم من مواد غذائية طلبت المؤسسة الوطنية للنفط جهاد الاختصاص باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات على المنشآت النفطية خاصة بعد هجوم عناصر تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة على حقل السبعتاش النفطي في منطقة مرادة والهجوم على المنطقة القريبة من خزنات شركة البريغا في سبها ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية تفاصيل أوفى عن محاولات ما يعرف بتنظيم الدولة السيطرة على الحقول والموانئ النفطية في هذا التقرير الاشتباكات التي شاهدها حقل السبعتاش النفطي بين حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة والتي أوقعت قتل وجرحة أعادت إلى الواجهة محاولات التنظيم السيطرة على المنشآت النفطية في ليبيا فمع بداية العام الحالي كثف ما يعرف بتنظيم الدولة من هجماته على الحقول والموانئ النفطية في ليبيا محاولا إخضاعها له في إعادة للسيناريو العراقي وبعد فاشل محاولة أولى شنها تنظيم للسيطرة على ميناء السدر النفطي في أكتوبر الماضي بعد تفجير سيارة مفخخة ومحاولات اختحام البوابة الخارجية للميناء نظم في الرابع من يناير الماضي هجوما آخر على ميناء السدر ورسلانوف كان أعنف من سابقه محاولة التنظيم كانت فاشل هي الأخرى رغم الخسائر المادية التي لحقت بخزانة النفط الحادي والعشرون من يناير 2016 شنما يعرف بتنظيم الدولة هجوما جديدا على ميناء السدر ورسلانوف باعتبارهما أكبر موانئ لتصدير النفط في ليبيا في محاولة للسيطرة عليهما وألحق الهجوم خسائر جديدة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اقتراح المؤسسة الوطنية للنفط نقل براميل الخام المتبقية إلى مكان آمن ورغم فشل ما يعرف بتنظيم الدولة في السيطرة على السدر ورسلانوف غير التنظيم استراتيجيته هذه المرة في محاولة للاستلاء على منشآت نفطية أخرى في منطقة الهلال النفطي وحقول الباهي والمبروك وزلة والبيضة وأخيرها حقل السبعتاش النفط في مرادة محاولات ما يعرف بتنظيم الدولة السيطرة على الحقول والموانئ النفطية في ليبيا يطرح تساؤلات عدة بشأن قدرة حكومة الوفاق في حال منحة الثقة من مجلس النواب على الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي ونبقى في ملف ما يعرف بتنظيم الدولة الذي نشر في مدينة سرد قائمة أطلق عليها اسم قائمة الموت تحوي 130 اسما لمواطنين حكم على بعضهم بالقصاص وأخرين بتطبيق الحد وقطع اليد وأكد رئيس المجلس المحلي سرد عبدالفتاح السيوي أن هذه القائمة المعلقة على مبنى ما يعرف بالمحكمة الإسلامية في سرد تحمل أسماء عدد من عضاء محلي المدينة لافتا إلى أن التنظيم قام بإلقاء القبض على عدد من الشخصيات التي تضمنتها هذه القائمة هذا وقد قال رئيس المجلس المحلي سرد عبدالفتاح السيوي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب يضم أعيان المدينة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال لقائه بأعضاء المجلس أمس في العاصمة طرابلس أوضح السيوي أن الاجتماع سيناقش الأوضاع التي يمر بها أهالي سرد بسبب سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة على المدينة مشيرا إلى أنهم سيحاولون الخروج بحلول أعملية لجميع المشاكل حيال ما يعرف بتنظيم الدولة في المدينة وكان التنظيم قد قام بتصفية شقيقين من منطقة الأربعين قبل ثلاثة أيام كما قام بمدهمة المنازل واعتقال شباب المدينة الذين رفضوا الانضمام إليه في محاولة لترويع الأهال هناك في موضوع آخر أفاد أمرو العمليات بالقوة الثامنة تبعت لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام مصطفى الشريف بمقتل أربعة عناصر من القوة وإصابة آخر نتيجة وقوع في كمين نصبه مسلحون على طريق الرابط بين سبهة واتمنهنت عوضح الشريف أن عناصر القوة كانوا يؤمنون البوابة الخارجية لمستودع سبهة طبي عندما تلقوا بلاغا بوجود مجموعة مسلحة على الطريق تقوم بترهيب المسافرين فتوجهوا إليها إلا أن المجموعة المسلحة تنبهت لتحركاتهم ونصبت لهم كمينا مشيرا إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن الفاعلين قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن حلف شمال الأطلسي النيتو بوسعه مساعدة ليبيا في التصدي لما يعرف بتنظيم الدولة وأضف أوباما عقب اجتماع مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتن بيرغ الاثنين في واشنطن أن بلاده ستواصل التعاون مع النيتو بشأن عمليات يمكن القيام بها في مناطق مثل ليبيا من جانبه قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي إن الحلف يبحث كيفية المساعدة في إرساء الاستقرار ودعم دول ينشط فيها التنظيم بالمنطقة من بينها ليبيا مؤكدا أن النيتو مستعد لتقديم الدعم في هذا الخصوص ومرحبا بما وصفه بالتقدم بشأن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن هناك تدخلا غربيا آخر في ليبيا يلوح في الأفق خاصة بعد سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى تحقيق ما سمته الاستقرار الدولي ومساعدة ليبيا على محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة وأضافت الصحيفة أن القيادة الأمريكية في إفريقيا حددت أهدافا تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في جميع أنحاء ليبيا لاستهدافها وتقع أغلبها في مدينة سرط وصبراتا ودرنا واجدابيا وأكدت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تسعى إلى تنسيق مع القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية والفرنسية الموجودة في الأراضي الليبية حسب قول الصحيفة نفى السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميلت وجود خطة فورية لأعادة فتح سفرة بلاده في ليبيا في الوقت الحالي وقال ميلت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه يتابع عن كثب ما وصفه بالتقدم الحاصل من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلوس آملا في الوقت نفسه أن يزور طرابلوس قريبا بحث المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التركية إلى ليبيا أمر الله إشلار مع عدد من المسؤولين في العاصمة طرابلوس مجريات تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وقد التقى المبعوث التركية الاثنين خلال زيارته للعاصمة طرابلوس بكل من رئيس المؤتمر الوطني العام نوريا بوساهمين ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وممثلين عن دار الإفتاء الليبية وبحث خلال ذلك سبل تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي وجهود بلاده لدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نحن نعلق أهمية كبيرة على جهود الحوار التي بدأت في المرحلة الجديدة بين أعطاء المجلس الرئاسي وبين جميع مكونات الشعب الليبي أيها الإخوة لقد آن الأوان لتحقيق الوحدة وتوحيد الصفوف في ليبيا نتوقع التحرك في هذه المرحلة بروح التوافق وإعطاء زخم للجهود المبزولة من أجل تحقيق الأمن على الأراضي الليبية ونوجه دعوتنا لجميع إخواننا الليبيين لكي يقدموا دعما قويا لهكومة الوفاق الوطني نواصل تقديم هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعض الفاصل تحقيق استقصائي يكشف عن وجود فساد في قطاع الطاقة الليبي منذ بدء رفع العقوبات عن النظام السابق في 2004 المجلس الرئاسي والبرلمان يتفقان على أن تنال حكومة الوفاق ثقتها بنصاب قانوني والمجلس الأعلى للدولة يعقد أولى جلساته الرسمية غدا الثلاثة لمناقشة مهامه ولائحته الداخلية حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى يشكل قوة عسكرية لتأمين الحقول النفطية في حوضي مرادة وزلة وحقلي الغاني والبيضاء بالكامل أوباما يقول أن بلاده ستتعاون مع حلف النيتو لمساعدة ليبيا في التصدي لما يعرف بتنظيم الدولة أسلام عليكم من جديد وأهلا بكم مرة أخرى كشف تحقيق استقصائي نشره موقع هافينغ تومبوست ومؤسسة فيرفاكس ميديا الأسترالية عن وجود فساد كبير في قطاع الطاقة الليبي منذ بدء رفع العقوبات عن النظام السابق في 2004 وأظهر التحقيق اعتمادا على وثائق مصربة لشركة يونا أويل ومقرها موناكو أن الشركة كانت تتعامل مع مسؤولين ليبيين عبر دفع الرشاوة أبرزهم رئيس لجنة الاستثمار الخارجي في النظام السابق مصطفى زرتي المقرب من القذافي ونجله سيف الإسلام وذلك لتسهيل حصول شركات نفطية أجنبية على صفقات في ليبيا وحسب الوثائق فقد كانت شركات من إسبانيا وكوريا وماليزيا تعتمد على شركة يونا أويل في ليبيا لتسهيل أعمالها قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة مع دل بند الأول المتعلق بالمرتبات كما قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة مهمتها مراجعة واعتماد كافة أذنات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة وتحديد الوزارات والجهات والمصالح والهيئات الممولة من قبل الخزانة العامة وقد طالب المجلس الرئاسي مصرف ليبيا المركزي بالالتزام بعدم قبول أي أذنات صرف غير معتمدة من قبل هذه اللجنة منوها إلى أن عمل اللجنة ينتهي عند إتمام استلام وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني لمهمه أكد وزير الصحة في حكومة الأزمة رضا العوكلي أن الوضع الصحي في ليبيا يزداد سوءا مطالبا المجتمع الدولي بالحفاظ على حياة الليبيين بعيدا عن كل التجاذبات السياسية وقال العوكلي أن ما يزيد المشهد تعقيدا هو مطالبة مجلس الأمن بالتواصل فقط مع حكومة الوفاق محذرا من دخول القطاع الصحي في ليبيا فيما سماه فراغا إداريا ولوجستيا يزيد من معاناة المرضى والعملين في القطاع وشدد العوكلي على ضرورة دعم القطاع الصحي في ليبيا إلى حين مباشرة حكومة الوفاق الوطني أعمالها موضحا أنه أرسل أو رسل المسؤولين في الأمم المتحدة وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا في هذا الموضوع قال مدير مستشفى الزاوية التعليمي على انصير أن المستشفى ما يزال مغلقا بسبب عدم توفر الإمكانيات ونقص سيولة لازمة لتسديد الديون المتراكمة على المستشفى وضف انصير أنه من المستحيل حاليا إعادة تشغيل أقسام العناية المركزة والإيواء والأطفال بسبب نقص المعدات وخاصة أنابيب الأكسوجين مشيرا إلى أنه تم التواصل مع السلطات المعنية من أجل توفير هذه المعدات قال عضو المجلس البلدي بنغازي عوض لغويري أن الوضع في المدينة يشهد تحسنا ملحوظا بعد فتح أكثر من أربعين بالبئة من الطرقات التي كانت مغلقة وضف لغويري أن الحياة بدأت تعود إلى مناطق الليثي وبوعطني وسيد فرج مشيرا إلى استمرار نقص سيولة في مصارف المدينة دان المركز الليبي لحرية الصحافة في بيان له الهجوم الذي تعرضت له قناة النبأ الفضائية في العاصمة طرابلس مساء أمس الأول على يد مجموعة مسلحة حسب البيان ودع المركز الليبي لحرية الصحافة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسئولياته تجاه حماية مقرات وسائل الإعلام نهاية الجولة الإخبارية من ليبيا لكل الأحرار أعود وأذكر بالعنوين المجلس الرئاسي والبرلمان يتفقان على أن تنال حكومة الوفاق ثقتها بنصاب قانوني والمجلس الأعلى للدولة يعقد أولى جلساته الرسمية غدا الثلاثاء لمناقشة مهمه ولائحته الداخلية حرص المنشآت النفطية فرع الوسطى يشكل قوة عسكرية لتأمين الحقول النفطية في حوضي مرادة وزلة وحقلي الغاني والبيضاء بالكامل أوباما يقول إن بلاده ستتعاون مع حلف الناتو لمساعدة ليبيا في التصدي لما يعرف بتنظيم الدولة هذا كل شيحة ساعة شكرا لكرب المتابعة دمتم في أمان الله موسيقى